لا تتوقف المساعي الصهيونية لتهويد القدس وتصفية أي وجود فلسطيني فيها عبر أساليب تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي أحدث محاولات كيان الاحتلال الصهيوني في هذا الصدد جاءت ممثلة في مشروع تسوية الأملاك والأراضي في مدينة القدس وهو المشروع الذي أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه سيؤدي إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة داعياً المجتمع الدولي إلى رفضه ومنع كيان الاحتلال من تنفيذه المشروع الصهيوني يشمل تسجيل آلاف الدنامات والعقارات في الداخل الفلسطيني لا سيما في القدس المحتلة لصالح الصندوق القومي للكيان أو ما يسمى الكيرينكيميت بما يمثل أداة أخرى من أدوات الاحتلال لاستلاب أراضي الفلسطينيين وتهويد القدس وبحسب أكاديميين فلسطينيين فإن المشروع الصهيوني يهدف إلى تعزيز السيطرة على المدينة المقدسة وفرض السيادة الصهيونية وتعزيز الاستيطان وعمليات الاستيلاء على الأراضي وترد وتهجير السكان الأصليين عبر تفعيل ما يسمى بقانون أملاك الغائبين الذي يمكن سلطات الاحتلال من الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين غير الموجودين في القدس في محاولة لإضفاء شرعية قانونية على عمليات تزوير وتزييف لسندات ملكية الأراضي والممتلكات الفلسطينية ويحذر قانونيون فلسطينيون من أن هذا الوضع سيرغم المواطن المقدسي على دفع مبالغ مالية طائلة كتكاليف لعمليات تسجيل الأراضي وربما ستنجم عن ذلك خلافات داخلية واحتراب عشائري بشأن ملكية الأراضي والعقارات في ظل عدم توفر الأوراق والوثائق الثبوتية لعمليات التسجيل وإثبات الملكية وهو هدف يحاول به الصهاينة إحداث خلل أمني في المجتمع الفلسطيني وليس فقط سرقة ممتلكاته